عاجل جدا حسب خبراء الجيش المصري أكبر إثيوبيا على التراجع ننشر لحضركم التفاصيل وعاجل جدا مصر تحذر من آثار كارثية لسد النهضة وضربة كبرى من الداخلية المصرية ننشر لحضركم التفاصيل وحزب أردوغان يفجر مفاجأة عن علاقات المخابرات المصرية بالتركية وخبر صار جدا عن الفنانة دلال عبد العزيز ننشر لكم التفاصيل عن حالتها الصحية وعاجل نكشف حقيقة منع السيدات من الإقامة بالفنادق المصرية دون محرم صلوا على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان إن شاء الله تجيلكم فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا فجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا أدها وطنيين عاجل جدا الجيش المصري أكبر إثيوبيا على التراجع وفي ديبلوماسيون أكدوا وخبراء مياه برضو أكدوا إن تحركات الجيش المصري ومنوراته المشتركة مع الجيش السوداني أكبرت إثيوبيا على التراجع عن تعالية سد النهضة أكدوا أن الأجهزة المعنية تراقب التحركات الإثيوبية على أرض الواقع مشددين على أن مصر لا تلتفق كثيرا للتصريحات الإعلامية وأنها تتمسك باتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاثة وهو ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إبراهيم الشويمي إن مصر لا تهتم بتصريحات وزير رأي الإثيوبي بيكيلي والتي قال فيها إن إثيوبيا لن تتمكن من بناء السد هذا العام وأنه سيتم الرفع لخمسمية تلاتة وسبعين متر فقط مشددا على أنه لا يجب أن نهتم بتلك التصريحات مطلقا لأنها متضاربة ولم ترسل لمصر في بيان رسمي مؤكدا أن مصر لا تريد هذه التصريحات ولا تهتم بها أو تعمل عليها شدد على أن الموقف الرسمي لمصر والسودان هو الوصول لاتفاق قانوني ملزم يتضمن طرق ملء وتشغيل السد وإدارته بكامل التصرفات المائية بشكل قانوني متفق عليه مسبقا أوضحت السفيرة جيلان علام مساعد وزير الخارجية الأسبق أن إثيوبيا لن تستطيع بناء سد النهضة بالمعايير التي أعلنتها موضحة أن إثيوبيا لديها مشكلات فنية وتنفيذية وليس لديها الإمكانيات وقدرات تكنولوجية لبناء أكبر سد في إفريقيا ومن أكبر السدوك بالعالم كما تريد أكدت أن الوضع الحالي يجعل إثيوبيا تتشجع بالدخول في مفاوضات حقيقية بحسنية للوصول لاتفاق قانوني ملزم يرضي ويحقق مصالح الدول التلاتة والوفاء بالاحتياجات التنموية للدول المشاركة في مياه النيل الأزرق ويرصخ الأمن والسلامة للسد مشددة على أن قضية سد النهضة قضية وجودية لدولتي المصب وبالتالي لن يتغير موقفها من تصريحات من هنا وهناك أوضح جيلان علام أن مصر تتابع الموقف بجدية وموضوعية وتتحقق من كل التصريحات التي يتم إصدارها من المسؤولين بإثيوبيا وذلك لضمان عدم تضررها من التصرفات الإثيوبية إلى حين تيقن الجانب الإثيوبي بضرورة التفاوض وصولا للاتفاق قانوني ملزم خاص بالإدارة والتشغيل والمتابعة المشتركة لتصرفات النهر تحت جميع الظروف فيما رأى وزير الرأي الأسبق محمد نصر الدين علام أن تصريحات وزير الرأي الإثيوبي تعد خضوعا لتحركات مصر والسودان الدبلوماسية والقانونية والعسكرية والتي جعلت إثيوبيا تتراجع عن تعالية السد والملء الثاني بالمعايير التي أعلنتها سابقا مشكلة إلى أن تصريحات وزير الرأي الإثيوبي قال فيها أن إثيوبيا بنت 563 متر وستقوم بتعالية 573 متر خلال الشهر المقبل وهو ما يجعلها تملأ 3 مليار فقط بدل من 13 مليار في يوليو المقبل وصفا ذلك بأنه خضوع للإرادة المصرية السودانية على جميع الأصعيدة علام أكد أن مصر نجحت في تحجيم التعنت الإثيوبي وإصراره على الملء الثاني بالمعايير التي كان يتحدث عنها بتعنت وعنجهية سابقة وأن تراجعها يعد الحيازا لمصر وتحالفها القوي مع السودان دبلوماسيا وعسكريا المصدر معنا كان من صحيفة أخباري اليوم ولكن أنا لا أتفق مع الأستاذ محمد نصر الدين علام لسه مصر والسودان ما أمتش بالعمل الذي يجعل إثيوبيا تتراجع فعلا عن الملء الثاني لسد النهضة يعني مصر كل اللي بتعمله دلوقتي زي ما تقولوا كده بتسخن للجاهية والسودان دي وجهة نظري البسيطة وأطرق طبعا لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام يعني مش عاوزين نفرح أوي أن إثيوبيا ما كملتش السد هي ما كملتش السد السنة دي ممكن تكمله السنة الجاية مفيش مشكلة خالص لو حضرتك جيت للجزء دا من الفيديو ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة ويلا نخش على الخبر التالي وننتقل لخبر آخر وعاجل مصر تحذر من آثار كارثية لسد النهضة أعلن وزير قوى العاملة المصري أن تعنت الحكومة الإثيوبية في أزمة سد النهضة قد يؤدي إلى أضرار كارثية كبيرة قال وزير قوى العاملة محمد سعفان أن قطاع الزراعة في مصر من دعائم الاقتصاد المصري منذ الأزل ويعمل به ملايين المصريين ويعتمدون عليه في حياتهم المعيشية ويتعرض هذا القطاع حاليا إلى تحدي كبير بسبب استمرار الحكومة الإثيوبية في تعنتها في سياستها المائية وعدم قبول أي حوار هادف يحقق بصالح كافة الأطراف وأضاف سعفان في كلمة مصر أمام ممثلي حكومات وأصحاب أعمال عمال 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية أن هذا الإجراء الفردي يحمل في طياطه أثار اجتماعية واقتصادية وكارثية على مصر والسودان فيما يتعلق ببوار الأراضي الزراعية وفقدان مئات الآلاف من الوظائف في قطاع الزراع وتعرض النهى المائي للخطر مما سيؤدي إلى التصعيد والتوترات في جميع أنحاء شرق إفريقيا وقرن الإفريقي والذي بدوره سيشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدولي ودع المجتمع الدولي لحث الحكومة الإثيوية إلى التحلي بالمسئولية وإبرام اتفاقية ملزمة تراعي مصالح الدول الثلاثة وعدم اتخاذ أي إجراءات من جانب واحد المصدر معانا كان من الشروق أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل لخبر آخر وضربة كبرى من الداخلية المصرية ننشر لحضركم التفاصيل أدل المتهم بنشر صورة مفبركة الوضع مخل بالآداب على أحد النمازج المرورية باعترافات تفصيلية بعد ضبطه من قبل الجهات الأمنية المتهم أضاف أثناء استجوابه أمام جهات التحقيق بقيامه بنشر الصورة التي تم تداؤلها ونشرها على صفحات السوشيال ميديا بقصد تحقيق أرباح ومتابعين وحذف الصورة المشار إليها بعد انتشار ردود أفعال سلبية تجاه هذه الصورة تم التحفظ على المتهم وأخترت النيابة التي باشرت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة ولا تذال التحقيقات مستمرة بداية الواقعة ذكر التحريات وتحقيقات المباحث أن بداية الواقعة بنشر إحدى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وبعض المواقع الإلكترونية للصورة ضوئية لأحد النمازج المرورية متضمنة أحد الأشخاص داخل سيارة وبجواره سيدة في وضع غير لائق بزعم أن تلك الصورة تم التقطها بواسطة أجهزة رصد المخالفات المرورية وشرحت التحريات والتحقيقات أنه بعد انتشارها بالفحص أمكن تحديد وضبط قائم على نشر الصورة المشار إليها وبسؤاله تبين أنه طالب مقيم بمحافظة الشرقية اعترف بتفاصيل الباقع المصدر معنا كان من وسائل إعلام مصرية أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر انتل خبر آخر وحزب أردوغان يفجل مفاجأة عن علاقات المخابرات المصرية بالتركية المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جيليك قال أن العلاقات مع مصر متجذرة واستخبارات البلدين على تواصل أوضح أن استخبارات البلدين تواصل محادثاتها حول المسائل الأمنية رغم انقطاع العلاقات بين البلدين قال عمر جيليك أن المحادثات التي بدأت بين أجهزتنا الاستخباراتية انتقلت إلى إطار وزارة الخارجية وتابعوا آل من الآن فصاعدا سيتم اتخاذ قطوات تمكننا من التركيز على قضايا ملموسة من خلال المحادثات المتبادلة والمشاورات وبين جيليك أن لدى تركيا ومصر أمور عليهما القيام بها بشأن العلاقات الثنائية والتباحث بخصوص ليبيا ومستقبلها والبحر المتوسط ومستقبل العلاقات بين مصر وتركيا وأكد أن تركيا تحمل نهجا إيجابيا بهذا الخصوص المصدر معانا كان من صحيفة الآن أدول أترك لحضركم التعالي على هذا الخبر انتقل خبر آخر وخبر صار جدا عن الفنانة دلال عبد العزيز ننشر الآن لحضركم التفاصيل كشفت مصادر عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والتي ما زالت تتلقى العلاق في المستشفى حتى اللحظة أوضح مصدر مقرب من العائلة أنها لا زالت في العناية المركزة حتى اللحظة وأن صحتها تتحسن بشكل تدريجي بطيء لكنها تخطط مرحلة الخطر كما كشف المصدر عن أن الفنانة دلال عبد العزيز لم تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن لأن حالتها الصحية غير مؤهلة بعد لإخبارها بهذا الأمر والذي من الممكن أن يتسبب في دخولها إلى حالة حريقة وذكر المصدر أن المستشفى تمنع الموبايل والتلفزيون عن الفنانة دلال عبد العزيز حتى لا تعلم بالأمر وهناك تنبيهات شديدة على العاملين في المستشفى بعدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم المصدر معنا كان من الوطن وربنا يرحم رب الفنان الكبير سمير غانم ويشفي الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز إن شاء الله ننتقل لخبر آخر وعاجل نكشف حقيقة منع السيدات من الإقامة بالفنادق المصرية دون محرم أكدت صحيفة الوطن المصرية أن مصدرا أمنيا نفى ما جاء بدعوة قضائية متعلقة بعدم السماح للسيدات المصرية أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي بالإقامة بالفنادق دون محرم لأعمار محددة بحسب الوطن نفى مصدر أمني ما جاء بدعوة قضائية بشأن طلب إلغاء القرار والتعليمات الصادرة للفنادق والمنشآت السياحية بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن أربعين عاما بالإقامة بدون محرم هو من لا يجوز له الزواج هذه المرأة على وجه التأبيد كالأخ والأب مؤكدا عدم وجود تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية في هذا الشأن يأتي ذلك بعد أن حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة السبت الماضي 5 يونيو لنظر الدعوة التي رفعها المحامي هاني سامح والمحامي بالنقد صلاح بخيد برقم 48 ألف وعشر لسنة 75 قضائية والتي تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيوهات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجم الواحدة والسلاس نجوم بعدما استماح لسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور المصدر معنا كان من صحيفة الوطن أتمنى يعني أكون يعني وصلت لحضراتكم بعض الأخبار المهمة في الوقت الحالي وأتمنى أكون خفيف على حضراتكم جئنا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة من قناتكم وصفحتكم مصري ميديا آي إي بي على الفيسبوك وليتيوب بنفس الاسم إن شاء الله أشوفكم فيه فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته